ماذا غياب أمال الأطرش على التليفيزيون وعلى الستكوبات المغربية خلال هذه الدعشرة سنين الأخيرة أو أكثر أو أقل على حسب الوقت كيف أجداز؟ ماذا غياب ممنهج؟ أو غياب إرادي من عند أمال؟ أرفضت أنها تكون في أعمال ونحن في سياق ديال واحد الستغيوتيب نعطيها واحد نوعية ديال الأدوار تانوية ونعطيها مثلا ندور البطولات ربما نرى البطولات تستخلقي أشياء جميلة جداً لأنها عندك الوجود أكثر وعندك المسرح كخلفية اللي بديتي بها المجال التليفيزيوني صحيحنا؟ هو ماشي غياب ومشي غياب ومو منهج بأيضاً مكنش غياب مو منهج ولو يكون غياب مو منهج ماشي شغلي انا ماشي شغلي إذا ما كانت واحد مو منهج لأنني مانكونش في شي أمال أو هذا مشكل دياله ماشي مشكل دياله أولاً ثانياً أنا كنأخذ الوقت ديالي دائماً باش نكون في شي حاجة اللي غترضي الجمهور لأن عندي واحد المهمة والمهمة ديالي هي التمثيل وأعطاني في صدير بي هاد القدرة أنا نباني للناس في الشاشة ديالهم يعني خاصة نحتارم هاد الناس دولي كيتفرجوا فيها هذه اللولة ما يمكنش أنا غادي نمشي ندير شي حاجة غير باش نعطي سواتير دول مال الكرة هذي كندير لذي كونومي ديالي أنا أنا كنوفر أنا الراسي كيفاش نقدر نعيش بطريقة اللي هي مريحة ليا ولدات ديالي باش ما نجيش أنا ندير شي حاجة اللي هي للناس اللي ما غاديش ترضيهم ولا غادي سيبوني ولا يعيروني ولا هذي أنا هنا يا كنجوبك على هذا السؤال بكل وضوح وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم أصوات الإداعة اللي كتفهمني وتفيدني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة